احنا معانا واحد حبيبك اوي كمحاضر معاك في الاتحاد الافريقي فاكره نبقولك لسه عليه الوقتي عبد المنعم حسين عبد المنعم مصطفى حسين جر نشطة جر نشطة جر نشطة جر نشطة عاوز واجهلك بعض الكلمات هنسمع يولي ونرجعلك تاني فاتح السير يملك تاريخ كبير جدا حياة ناس كتيره ما تعرفش حياة يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش فاتح السير ده في النادي الاهلي من الزقواء الى السبعينات الى يعني الى ان الان حتى كمان موجود في اتحاد الكورة وعلى طوله على اتصال بالنادي الاهلي ومتواجد في النادي الاهلي بصفة مستمرة برغم انه مرات خرج اشتغل في الامارات وفي العمان وفي انحاء مختلفة لكن حياة انا علقت به صداقة يعني انتدت على اكتر من عشرين سنة في الفترة الاخيرة غير هنا ادربني في النادي الاهلي في السبعينات كان مع الكابتن فهد شعبان وكابتن مفت ابراهيم حياة ومعها طبعا الكابتن هيدوكوتي انا حياة اتشرفت ان انا انا صورت فرح كابتن فتحي نصير سنة تسعة وسبعين في حديقة النادي الاهلي عند صارة راتب سنة تسعة وسبعين الحاجات اللي انا لازم اورد كابتن فتحي نصير كان يعني في الفترات اللي امتدت على تاريخه الطويل ده انه بدأ في النادي الاهلي في السبعينات مساعد مدرب وكان مسك ناشئين وبعدين مساعد مع هيدوكوتي وبعد كده لحد تقريبا التمانينات وبعد كده اشتغل مع هيدوكوتي في منتخب مصر اقدم محاضر في كيا مصر وفي افريقيا اقدم الفتحي تصير لديت اسمه من سنة اتنين وتسعين كان موجود في المحاضرين اللي موجودين في القارة مع كابتن عب صالح وبعد كده استمر في العشرين سنة في تطوير كرة القدم في القارة كان محاضر الرخصة اي والرخصة بي والرخصة سي واخيرا عملنا البرو وقمنا فيها الابتحاد الاوروبي الابتحاد الاسيوي الابتحاد الكونومي بول بتاع امريكا الجنوبية الكونكا كاف بتاع امريكا واشيانيا اللي كانت استراليا كل دول جمع بعض عملنا ويركشوب وكان هو دكتور محمود سعد وشاو عد الشافي وانا الوهيدين اللي خدنا البرو محاضرين مش مدربين يعني تغلغل في هذا العمل داخل كل الحقيقة جهليز كرة القدم في القارة حقيقة تاريخ ناصع تاريخ لازم كان يسرد وحقيقة يا كابتن مصطفى انك القيط الضوء على هذا الكابتن الحقيقة اللي يعني الوديع اللي ما صوته ما بيعلاش اللي ما لا يحارب ولا يقاتل ولا يشاكس يعني تديله العمل يعمله ما قدتوش يعني حقيقة قنوع وراضي بكل اللي بتعمله وربنا الحمد لله بجزيد خير دايماً حقيقة هو إنسان أنا باعتقد إنه يعني مكسب لنا كلنا إحنا اكتسبناه في علاقاتنا معاه هتقول لي إيه الجار نشاطة على فكرة بس قبل ما تتكلم أنا جار نشاطة هو أصور لك فرحك أنا دقي يديته 370 أو 380 شريط VHS عشان إنهم لي على سيديهات لحد دلوقتي ما جبهمش شاطة أنا بشكيك للكابتن فتح نصير هو بشكيك لجمهور النادي الأهلي لو بش عايز تجيبي الشرائط قول لي وهقولك أنا مسامحك إنما الشراد دي أنا عايز طب أنا أكرر برضو أنا عايز برضو الشريط اللي هو صوره بتاع فرحي هو ما جابه لكش وهو صوره ولأن كان شريط زمان ما كانش في فيدي عايز اللي يعملوا على سيديهات عايزوا بقى أنا يتحول لسيديهات طب إحنا هنعمل كده جامعية ونحاين بيها خبتن شاطة شوية عشان يجيب لنا الشراب هوا بس عشان يماشى حلوي عملهن هتقول لي إيه المنعم أقول لي منعم أنت شخصية محترمة أوي شخصية نظيفة شخصية حبوبة شخصية لففني إفريقيا شاطة ده كلاعب ولما كنا أيام مع النادي أو في الاتحاد الإفريقي ملوش مكان فيك يا إفريقيا مداز فيها رجلية شاطة شاطة مفيش حد في الأربعة يعني نقولي أربعة وخمسين دولة في إفريقيا سفرهم كلها؟ هو سفرهم وأنا سفرتهم ماشاء الله يعني بسبب هو سفرتهم لأنه كان بيعطني دورات محاضرين إن إحنا نروح نحاضر من حاضر لأنه أنا ماسك اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي كان آه كان رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي مدير الفن الإفريقي أنا ماعرفش كور وعد لا 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 أنا باتحك طبع شاطة ده ما شاء الله ده معلومة ثقافة وعلم وحركة إنسان يعني مثلا ناد الأهلي كذبه دلوقتي ما ماسك أكاديميات بتاعت ناد الأهلي كلها فده برضو نموذج مشرف للنجم إن يعرف طبعا إن شاطة ما تقدرش تقول عن إنه هو سداني ولا مصر لا 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 ده عجم بينا خلاص بقى جزء من مصر يعني هو حياته هنا في مصر وجزء من مصر وبالتالي إحنا كلنا الواحد بيفرح لما يمشي مع شاطة أو يقعد مع شاطة طبعا ما تبطلش دحك في كلامه وبعدين يا كابتن مصطفى شاطة صريح وجريء آه ما عندوش كده مخير جدا آه يعني ولوه إفرام. وكان في تيم النادي الأهل ليه مهام خاصة. ما حالش أنه يعملها غيره. في النادي الأهل بقى له ذور كبير. طبعا. في أدواته وفي إمكانياته وفي الملعب. في الملعب. آه لا في الملعب هيدكوتي كمان. كان اللي يعرف يتعامل معاه. يعني فعلا شطة كان له ذور كبير قوي معانا في ال...